السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة جدولة اجتماع زهون. اولا ندخل الى او الجدول ثم من تحديد العنوان الاجتماع. مثلا اجتماع. ثم لدينا الديت اي التاريخ نقوم بتحديد التاريخ الاجتماع. او طاريخ بداية اجتماع. وثم لدينا افرن واتو. اي افرن بداية الاجتماع. مثلا الساعة الخامسة الخامسة بي ام اي مساء وينتهي الساعة الخامسة والنصف بي ام اي مساء. ثم لدينا تايم زون اي ان الطاقة الزمني وهذا يتم بتحديدها تلقائيا. وثم لدينا الريبيت اي اتكرار للمحاضرة. يكون كل يوم او كل اسبوع او اسبوعين او شهر او سنة. وثم لدينا الايدي الشخصي او او ايدي. هو لانه تصحب من تفعيله او مشاركته. ونستطيع من تغييره لازم الحضور من ادخال الباسكوت او الرقم السري. وثم لدينا اي للحصول على الموافقة قبل الدخول الى الاجتماع. وثم لدينا خوست فيديو اون اي نقوم بتفعيل الفيديو تلقائيا لنا او لصاحب الاجتماع. وثم لدينا تفعيل الفيديو للحضور او اجزام الحضور من تفعيل الفيديو. وثم اي الدخول قبل صاحب الاجتماع. وثم لدينا اي تسجيل المحاضرة. يكون اي تلقائي لكل محاضرة او اجتماع. وثم لدينا اخرا اي اضافتها الى التقويم. نستطيع من منعه وايضا تفعيل الفاصل القصير ادنا لكم. بعدها نقوم باعداد الاجتماع من جدول. نستطيع من عمل ايديد عليه تعديله او تحريره. ابر ايديد في العادة. وايضا نستطيع من بدء الاجتماع الان. خلافا على الوقت. ونستطيع اضافته الى كالندر اي التقويم الاضافة الى التقويم. وثم انفايت. نستطيع دعوة الاصدقاء. ابرجيميو. واوتلوك. وماسنجر. ونستطيع اخذ اللينك. من حفظ اللينك. وثم دليت. ويكونوا دليت بعد سبعة ايام. اي حذف الاجتماع.